هناك صفحتين من هذه المعلومات يعني الإخوة يتذكرون في ذلك الوقت السيد أحمد نجات بعث وزير الاستخبارات الشيخ مصلحي إلى الرياض وكانت معلومتهم مستقبل السعودية وحرب اليمن واستنزاف الاقتصاد السعودي وحلب السعودية كان مذكور في هذه الطائرة قبل المجيء ترامب يعني قبل قضية الخمس بيت مليار السيد مصلحي قابل ولي العهد السعود نعم في عهد أوباما قبل أن يأتي ترامب الخطة موجودة كانت حلب السعودية واستنزافها ماليا وإدخالها في أزمة كما أدخل صدام حسين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مصلحي قال لولي العهد في ذلك الوقت أننا مستعدون لمساعدتكم وعدم الإضرار بكم لكن يحتاج إلى اتفاق استراتيجي معكم هذه المعلومة موجودة الأمريكان يعني يخططوا لتدميركم ولتقسيمكم ولإدخالكم في مطبات خطيرة فطبعا للأسف الشديد ولي العهد قال واش نسوي هذه أمريكا استسلام مطلق كان للأسف الشديد هذه إحدى الأشياء التي أتذكرها الذي تتذكره لكن لم يحصل شيئا من هذا القبيل للسعودية وما زالت مدللة لدى القادة الأمريكان وإن تعاقبوا على الحكومة لا مستسلمة ليست مدللة لا السيد نجم ليست مدللة مستسلمة يعني ولي العهد قال في تلك المقابلة قال واش نسوي يعني ماذا نعمل هذه أمريكا يعني كلنا البلاء يمكن أن تعمله علينا نستسلم ونقبل ببلائها ببلائها